هناك سؤال تكرر كثيرا في الواقع السؤال يقول انني ارتكب بعض المعاصر ثم اتوب ثم اتوب الى الله ثم ارتكبها مرة اخرى واتوب وهذا ما يسبب لي كثير من الاسى والضيق اخبروني عن ذلك ازاكم الله خير هذا يقع لكثير من الناس رحمد عبدك اذا كنت كلما وقعت في الذنب تبت هذا من يعلم الله وانجاء في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يعجب مثل هذا ويقول علم عبد ان له ذنبا ان له ربا يأخذ الذنب ويأخذ به فاذا تبت بالذنب فانت على خير فاذا وقعت في الزلة ثم تبت ايضا فانت على خير المصيبة ان تصر على الذنب وان تبقى عليه وان لا تتوب هذه المصيبة عظمه ولكن عليك ان تجاهد نفسك لعلك ترجع لعلك لا ترجع للذنب لعلك تسلم منه عليك ان تجاهد نفسك وان تبدل وصعك في السلام من الذنب والبعد عن اسبابه ومجالسة اهله لعلك تنجو ولكنك مع هذا ما دمت فانت فعالته بادرت بالتوبة وعرفت خطرك وانك على خطر عظيم فتبت توبة صادقة فعالت على خير ولكن يجب ان تنتبه لان اخشى عليك من التكرار ان تعتاد الدم ثم تتك التوبة ثم تقيم عليه ولا حول ولا قوة فالواجب الحذر من هذا الدم سواء كان شرب مسكر او زناء او عقوقا او فطيعة رحم او اكل ربا وغير ذلك عليك ان تبتعد عن اسبابه وان تحذرها وان تضرع الى الله صادقا ان يعيدك من هذا الدم وان يكفيك شرة وان يحول بينك وبينه وان تضرع اليه صادقا اجابه سبحانه وتعالى ودعوني استجده نعم